اخواتي وحبابي زيكو عامليني يا رب تكونوا بخير دائما كده وفي احسن حال دلوقتي انا اقول لك على اخر حلقة وقفت عليها عن قصة حصلت انا لحد دلوقتي مش متصعبها وانتو كمان مش هتستوعبوها بس قبل من اقول لكو في سيكة بسيطة كده برضو يا حبيب اعرف لكم اول حاجة نصلي على الحبيب والسلام وبتمنى تكونوا بخير دائما دلوقتي ابن خال والدتي كان ماشي كده ايه بالموسيكل بتاعه اللي هو بعجلتين فهو ماشي كده فجأة واحدة كان في طريق كان تديني طالما تكلمت لها الحوادث دي ما تحصلش اللي بالليل في الطوارق دي وانتو عارفين برضو ايه ما فيش اضاءة وكلها مزارع وبقى ترعى والناس بيتموت يعني حاجات ربنا يكفينا الشرق يعني فكان ماشي كده بالموسيكل وهو ماشي يعني اضوبك ايه يعني بيبص كده جنبه اكسم بالله زي ما بقول لكم بيبص كده جنبه لا موسيكل زيه واتنين رجبين عليه من غير دماغه وحيات لا اله الا الله زي ما انا ما بقول لكم كده سدونتوا الموضوع ده ده لسه اللي جاي يعني يبقى ايه اسوأ من اللي انا بقول لكم كده ما هو ماشي كده يا ضوبك يعني بص لا اتنين من غير دماغ انت حط نفسك انت في الموقف ده تكون ماشي سهي كده متسكلي جنبك من غير دماغ طب المتسكلي ماشي ازاي طب مين دول ده فمن ساعتها وكان رجع من شغله ابن خاله والدتي دوت وهو رجع من شغله يعني جات له يعني وصل بالسنة يعني موقف كان صعب فا اجمع عليه كده فعمل حادسة يعني الناس اتلمت مش عارفه وادوا البيت من ساعتها بقى من ساعتها بقى جات له حالة نفسية ديت وبطل يروح شغل وقعد في البيت وعرفش يخرج من الصدمة ديت توفه الله الله يرحمه ورحمه موتنا جميعنا رب ويحسن ختمنا فالبعديها بقى اللي انا بولوكو عليها خلاني دولة راحوا ندوا عليه وما حصلش بس هو ايه اللي حصل بشوف اللي حصلين يا قصة عجيبة كان ابن خلان خلاني وكلام ده كان موجود في البيت فلا اللي جا ندى عليه وهو في البيت قعد فمين مين ايوة ده انا محمد وحسن اهل خلاتك يلا بنا ننزله ايه نلعبه كده انا شوية ده كلام ده ساعة ثلاثة الفجر ده من اللي حيجي ندى عليها ساعة ثلاثة الفجر قولنا لعبه ولا الكلام ده فالمهم هو ايه نازل ماشي يا عم يعان خلاني بينادوني ماشي نازلوا المهم اخدهم وروحوا بحتة ايه بعيدة بعيدة فهم بيلعبوا كان كل شوية بنخلي خلاني ده بنخلي امي كان كل شوية كل ما بيجي لعبوا بيجي يغبط فيهم ام يعني يغبط في رجليهم رجلته وجعه يعني او يتعور كده يقول لهم انتو رجلكو حديد انتو عورتوني انتو انتو فالمهم كده ايه يعني في طلعت الشمس مية اول ما يعني الشمس طلعت الفجر ادن قبل الشمس ما تطلع الفجر ادن طبعا وبعد كده الشمس اول ما قال لي الفجر الله اكبر مالاش حد حواليه خالص مالاش حد حواليه فهو الصغرب اما كان كانوا عيال برضو فهو الصغرب قال لي ايه قال ازاي ما مشو ما جمنادو عليا يعني ماشوا بصابوني طيب ماشي لما شوفكوا بكرة ولا ايه واعمل واخلي جا بكرة انتو رح لهم بقى البيت طب انتو اللوات يعاد خلاني لما انتو جيتوا انو ديتوا عليا مشيتوا من غير ما تقولولي وفرهدتوني وودتوني مكان بعيد ووي ووي الحمد لله ان هم ما تلهوقش شوفوا بقى جات ازاي الحمد لله ان هم ما تلهوقش فقال لهم انتو جيتوا نديتوا عليا ومشيتوا حتى ما حدش يعني مشاني معا ولا ولعبوكو كان وحش كل شوقات عوروني قال لهم قال لهم ايه وانتو قال لهم اكسم بدينا احنا ولا مشينا ولا تحركنا ولا عملنا اي حاجة انت عبيت في حد يجي ندع لحد الساعة ثلاثة يقول له تعالى نلعب الكرة وناخدك في الحتة البعيدة دي كمان رجلنا حديد قال لهم من مين اللي جندا عليا قال لهم برضو انت مقتنع من اللي حيجي دلوقتي يلعب كورة الساعة ثلاثة الفجر او حنيجي النادع عليك بتاعيه ليه ما في الصبح بنعوده فيه او نلعبه فيه فسدت بقى ايه اللي رحمه يا رب وقال مساء الجنة فهمتوا الوقت قالت له يعني ايه يعني محتاج عقل ازاي علق لانا كحبيبة حيجي النادع عليك ورجلهم تبقى حديد بيتعورك كده ورجلهم شكلهم غريبة او هم قاموا انت ازاي اصلا تنزل ففهميتوا بقى ان دولة الله ومحفظنا وجفنا الشر فهو عربه ومن ساعتها بقى ما بقاش بيخرج قاعد في البيت اسبوع خايف وبعد كده ايه تجدت من رجعت له السكة في نفسه وكلم ده وبعد كده نزل تاني ستة الله يرحمها كده دي بقى ايه تنقرت باسمها دخلت يعني سبحان الله كان في حد كده من قريب ستة كان موجودين في المنزل بتاعهم ففي مفروض ستة اللي جات اللي تلاقى بقولك ايه قاتلي كزا اللي انت شالاه كزا وهو كزا بنفس التفاصيل وبنفس المعنى ده الكلام ده انت بالليل كل النصايب والمشاكل بالليل فهي الساق رابط قال لت بروح يا اما وانا عاجبولك او عاجبولك بالليل او استنى شوية او او قال لها لا ما ينفعش يا بنتي ده انا عايز ده ايوم دلوقتي عشان هعمل واخلي وانا قلت لك حاجة امارتهم هاتيهم بقى مش انا اللي ده تملك هاتيهم فبقى ايه ايه الفر لعب في عباه زي ما بيقولوا كده فاتصلت بجزا اللي ادي عمتي عمالها تقول كذا 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 وانا الصراحة خايفة مش متأكد اعمل ايه بعد ما كلمت جزا بقى قال لها لا استنى ما يجي الصباح رباح ونديها اللي هي عايزها فالمهم فضلت تخبط مردتش عليها وهي حركة كويسة وزكاء منها ده فبعدها جاء الصبح بقى رحت لجدتي قالت لها يما معلش انا اسفع انت لما جيتي بالليل انا معال اتلقى هجيت بالليلي جيت فين قالت لها لما جيت امي بالليل عشان تاخدي مني الامانة اللي قتعتي اهانا قالت لها ايوى يمي قال لها واحيات ربنا يا بنت انا ولا قلت ولا اتحركت ولا عمالت قالت لها ازاي ازا كانت ديتين امرتها وانا وانا شايلها فين وهيhh ازاي قالت لها طب ان عايزها ايه اه اول نوي اوكلمت جوزي قاللي ما ت deployش حاجة وجيت له رديكة لتكون ازا علينا ولا ولا قالت لها كويس يا بنت ان انت مفتحتيش. ده الله محفظنا كزا كزا كزا. قالت لها سبحان الله ده عارفة الامار عارفة الامانة ديت ايه هي. ومتشالها فين وموجودة فين? عارفة كل. قالت لها يا بنت ماما الله محفظنا بيقصة معين وعارفين كل حد. فانت يحمد ربك اتكلاب لك وامر جديد ان انت مفتحتيش. اقعد يفتح لأي حد بالليل. فهي نفسية تعبد شوية كده وبعد كده تصليح. تشوفوا كل المشاكل بتيجي من القريف وبتكون بالليل. فهو ايه يمكن دلوقتي المشاكل دي قلت. لان ايه في تجديدات بقى ومساجد وحطوا انغار. بس انه القصة الانقح اللي بعدها.